باسم الاب والابن والروح القدس الاله الوحد امين رهبنت البنات تاريخها وامكنتها وقديستها الرهبنة عموما وان كانت زهرت في القرن اواخر القرن الثالث وازدهرت في القرن الرابع والخامس لكن لها جزور قديمة فالرهبنة كحياة وحدة وسكن الجبال وكحياة بتولية وكحياة صلاة وتأمل كل هذه المبادئ كانت موجودة قبل الانبى انطونيوس وكان لها جزور ايضا في العهد القديم كما وجد في حياة ايلي النبي وتوحده على جبل الكرمل وكذلك مدرسة الانبياء وظهورها خصوصا في ايام اليشع وما بعده وحياة الصلاة في الجبال كانت موجودة ايضا وحياة البتولية كانت موجودة ايضا نجد هذا كذلك في حياة يحنى المعمدان وفي حياة حنى النبي التي عاشت اربع وتمانين سنة في حياة العبادة والتأمل والتوحد اذا مقومات الرحبنة كانت موجودة لكن كل هذه الاشياء لكي تجتمع معا ولكي تأخذ شكلها المتكامل كانت في ايام قديس الانبى انطونيوس وقبله في حياة الانبى ابولة ورهبنة البنات كانت موجودة في بيوت العذارة ولذلك القديس الانبى انطونيوس ارسل اخته الى احدى بيوت العذارة وهؤلاء العذارة كانت موجودة حياتهم وانظمتهم منذ ايام الرسل ومكتوب عن ذلك رسالة بوليس الرسول الاولى الى تيمو ثاوس كان في بيوت للعذارة وكنا يتعبدن هناك بقي بعد هذا اين توجد هذه البيوت ما كانتش حياة الراهبات او العذارة في الجبال او في البرية خوفا عليهن من الاعتداء على عذرويتهن من الاشرار او من البدو او من البربر الاخر كانت بيوت العذارة قريبة من المدن فهل كانت هناك بيوت اخرى قريبة من اديرة الاديرة العامرة للرهبان وهنا نبحث ايضا مثال الدير الذي اتته الراهبة التي سميت بالهبيلة او التي تظاهرت بالجهل والهبل وكيف ان القديس الانبا دانيال قم الشهيد كان يفتقد هذا الدير ويزور الراهبات اللي فيه وياخذ اعترافاتهم دي كلها كانت موجودة برضو ما فيش شك ما كانتش في المدينة نوع ايضا من رهبانة البنات الراهبات اللي اتينا في زي الرجال وترهبانة على انهن رجال مش نساء وعاشوا في اديرة الرجال من امثلة هذا الراهبة مارينة التي اتهمت كرجل انها اخطأت مع بنته وهي كانت بنته الى اخره او الراهبات كنا يعيشنا في الجبل تحت رعاية اب روحي على اعتبار انهن رجال ايضا مثل القديسة انا سيمون فاللي كان في الوقت ده بيخلي الشيء ده مقبول انه بعض الخصيان كانوا يترهبون وطبعا ما كانتش اللي لهم لا لحية ولا حاجة كانوا يفتكروا ان البنات ده كأنهم روحبان الخصيان كانت لهن اديرة في بيت لحم وفي ايروشليم مثل الراهبات اللاقي ترهبنا تحت اشراف القديس جيروم مثل القديسة يستخيم وامها القديسة باولا في رسالة كتبها القديس جيروم اللي يستخيم بدأها بقولها لها من عبارة المزمور خمسة واربعين اسمعي يا ابنتي وانستي وانسي شعبك وبيت ابيكي فان الرب قد اشتهى حسنك لانه هو ربك وله تسجدين من الرهبات ايضا المشهورات القديسة سارة والقديسة سفرنيكي برضو كل الحاجات دي عايزين نجمحهم ويريت تعمل فيه بحث عن رهبانة الراهبات وبيوت العزارة ولو استطاع دير من اديرة الراهبات انه يقوم بالوضع داي يبقى كويس الرهبانة في اديرة الرجال ايضا تحتاج الى بحث طويل لان كانت الاديرة منتشرة من الفيوم حتى جبل القلمون وحتى النقلون وكان عشرات من الاديرة ورهبانات ايضا كانت في الصحراء الغربية ورهبانات كانت في منطقة برنوب وفي منطقة كيليا في مناطق المتوحدين واديرة اخرى انتشرت من اديرة القديس الانبى بخميس في اسنة وامتدت جنوبا في اخص الصعيد الفيوم كان يوجد فيها عدد كبير من الاديرة في ايام القديس الانبى انطنيوس الكبير كتب رسالته رقم عشرين للقديس الانبى بب نودة رئيس اديرة الفيوم كم دير من اديرة الفيوم موجود هناك احنا بدأنا نعترف بالبعض لكن هناك اديرة اعترفنا بدير الملاك على معظم وفي دير هناك اسم دير الامير تدرس وفيه اديرة تانية ماشية على طول فيه اديرة في نواحي ابرشية بن سويف زي دير سيدمنت مثلا كل هذا يحتاج ان يبحث من الناحية التاريخية ومن الناحية الاثرية ومن ناحية القديسين الذين عاشوا في هذه المنطقة او الراهبات اللي يعيشنا في هذه المنطقة اديرة جبل النقلون وجبل القلمون احنا المشهور عندنا دير الانبا السمويل لكن كان فيه اديرة تانية يريد اللي يخش في هذا الموضوع ان يقرأوا ايضا كتاب الاربعين خبرا لمعرفة اخبار المتوحدين واقبار السواح الذين عاشوا في تلك المناطق ولا توجد معلومات كثيرة عنهم لكن كتاب الاربعين خبر اتكلم كلام كتير في الموضوع ده فيه نوع اخر من الرهبنة ربما انتم ما ارتوش عنه كتير وهو نوع العموديين مثل القديس سمعان العمودي كان انسان يترهبن على مرتفع فوق عمود ولا يتحرك من هناك وطبعا كانت حياة شظفة وصعبة بعض من هؤلاء العموديين نشرت عنهم مجموعة باترولوجيا اورينتالس وبعضهم من الكنيسة السوريانية الأرتودوكسية بعضهم من الكنيسة السوريانية الأرتودوكسية احنا برضو يهمنا في موضوع الرهبنة حينما ندرسها الندرس ليس فقط الرهبنة القبطية انما الرهبنة عند اخوتنا السوريان ايضا وعند اخوتنا الارمن في العالم الأرتودوكسي الشرقي شكرا